الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حبيت نفتح الفيديو هذا بالصلاة على النبي صلوا عليه بنات بسم الله وعلى بركة الله نبدأ اليوم وصفتنا اللي هي تارت التفاح باللوز نحتاج زوج حبة التفاح ثلاث بيضات ستين قرام من بودرة اللوز ستين ميلي لتر من الزيت النباتي مياه وخمس وعشرين قرام من الفرينة زائد واحدة خميرة حلوة حبة يغرط طبيعي او منكهة كما تحبوا بنات مياه وستين جرام بنا السكر حبيبات زائد واحدة سكر فانيلا كما تشوفوا وصفة جد سهلة انا مش نخدمها في الطاس هناك على الميكسر تقدروا تختموها بالباتور حتى مشكل اول حاجة نضيف البيض ثلاث بيضات ونضيف عليهم السكر والسكر الفانيلا وحبة الياغورت ونخدمهم ملاح ملاح حتى يتجنس لي الخليط ويولي فيه رغوة بنات وصفة سهلة لا تستحقش الكثير من الوقت بسرعة تقدروا تحضرها اما ردوا بالكم عينكم على الفور لا تعملوش كما انا خليتها تبرنزات شوية تعرفوا مع الذراري وكامل تلهيت على شوية في الفور فقط هنا كما تشوفوا الخليط متاعي اصبح جاهز حتخدمتو مليح رح نضيف عليه بودرة اللوز ثم خلط مليح مليح اذا كان ما عندهش ما عندكم مش بودرة اللوز تقدروا تعافضوها بانواة كوكو بانواة كوكو غابة اللي عندكم بانات بطبيعة الحال ما تتقيدوش باللوز ولا لا حافظوا على نفس الوزن اللي هو ستين جرام نعود لكم ستين جرام لوز وكذلك ستين اميل مليليتر من الزيت نخلط مليح مليح ونضيف الفيرينة متاعي مع الخميرة الحلوة اللي هي وزن عشرة جرام بانات كما شفتو وصفة جد جد سهلة جد بسيطة تتحضر في دقائق ولكن الطعم بانات صدقوني رهيب 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 الوصفة نفسها بانات عملتها في لايف وبث مباشر على صفحة الفيسبوك اللي هي غوست فاسيلي غاغتابل كذلك تقدروا تلقوني على صفحتي الفيسبوك اللي هي وكذلك عن الانستغرام مطبخ نايلة او تيك توك متنساوش اللي بنات تمظموا وتشجعوني وتخدلوني تعليق مزيانة كيفكم بعد ما ضفت الفيرينا والخميرة وخلطتهم بلاحم لي حتى لنجنسوا كامل العناصر مع بعض رح نبدأ نضيف حبات التفاح بتاعي هنا كما تشوفو قصيتهم مرسوات صغار كذلك اللي ما عندهاش التفاح تقدر تعوضو بالإجاس او باللاناناس كذلك يعطي ذوق رائع 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 لبنات نخلط الخريط كامل مع بعض وحنا كما رح تشوفو خذيت مول تاعتار تدهنتو شوية زبدة و شوية فرينة ورح نضيف الخاليطة بتاعي هنا المول بتاعي كما قلت لكم رح تشوفوه مول بلار كما تشوفوه وفي التقديم كان مول سيليكون اخضر عليش خطر هذي قدمتها في اللايف ما حبيتش نخلي المتباين بتاعي يستنى وحطى تيبل تارتو كل لك حضرت واحدة صورت هلكم هذي ومبعد في اللايف حضرت واحدة اخرى اللي رح نقدم هلكم اللي نسيتها بعض الدقائق في الفور سبو خصاخ ذات لون ذهبي اكثر من لازم انتم معين كما بنات على الفور متاعكم وتنسوهاش ومتعملوا سكيمة انا الفور سبق لي و سخمته على 180 درجة بقبل ما ندخل على الفور هنا اذا كان عندكم بلوس ايفيلي تقدروا تضيفهم الفوق يعطيها بلنا على بلنا و بلوس دو قومونديس تعرفوني نحب هذي الصالح موت على قومونديس حطها في الفور على 180 درجة مدة 20 دقيقة بنات اشتركوا في الفور بعد ما تخرج من الفور بنات تدهنوها بشوية كو فيو تور ولا بشوية ناباج مش تعطيكم اللمعة هذيكا كما شفتوا انا خليتها بعد الدقائق زايدين في الفور لكن الطعم بنات ستكوني رهيب 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 نتمنى انكم تجربوا هذا الوصفة وتخليوا لي تعليقكم وتقولوا لي شحال 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 بنينا خليكم احنا بنات وخليكم في رعاية الله وحفظهند للكم دي غو بيزو وقلكم موعدنا في الفيديو القادم ان شاء الله استنائوا استنائوا قبل ما تروحوا الرقم رايحين من سيتوش حاجة من سيتوش تشتركوا في القناة من سيتوش تدروا لايك للفيديو من سيتوش تخليوا تعليق جميل كيفكم المهم بنات اذا كنتم اول مرة تصوروا القناة نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس